وددت اللقاء بكم كي اخبركم بانه ومنذ حوالي 48 ساعة ظل مستخدمو الهاتف الجوال في تشات تقريبا دون اتصال بشبكة الانترنت وهذا امر غير مقبول بالنسبة للحكومة في عالم اصبح كقرية صغيرة يلعب فيه الانترنت دورا كبيرا في التشغيل والادارة وبالذات في الاختصاص وكما قلت لكم بالامس لم اتلقى اي اتصال بالصفة رئيسا للحكومة لا من جانب زملائي في الحكومة ولا من جانب رئيس الدولة وهذا الانقطاع الاخير لانترنت كان فضيعا وقد حدث بطريقة مختلفة وبالنسبة للحكومة فان هذا يعد عملا تخريبيا او يمكن على الاقل وصفه بان فيه سوئنية وبالنسبة لمستخدمي الجوال فانهم يعتقدون ان الحكومة قامت بقطع الانترنت لأسباب امنية وهذا اعتقاد خاطئ لاننا من جانبنا لم نعطي امرا بقطع الانترنت لذلك اود ان تنتهي هذه الاوضاع بصورة نهائية السادة مسؤولي شركات الاتصالات ان لديكم دفتر مهام واذا عجزت اقسامكم المختلفة عن الوفاء بدفتر المهام فان الحكومة لا تقبل ان يتحمل الجاديون خدماتكم بهذا العجز والفشل السيد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي اأمرك باعادة النظر في الهيئات التابعة لك خاصة تلك المكلفة بقطع الاتصالات لقد عانى مواطنون كثيرا من الاهمال بل من العلاقات المشبوهة بين شركات الهاتف النقال وبعض الاداريين في الفترات السابقة لذلك اليوم انتظر من شركات الهاتف الجوال ان تحترم التزاماتها القانونية والمطلب الرئيسي لنا حكومة ومستخدمي الهاتف النقال هو تقديم خدمات انترنت دون انقطاع وخاصة توفير الاحتياطي لضمان استمرارية الخدمة هذا ما اردت ان اقوله لكم